الاقتصاد الإيراني يتراجع بالطراط هذا ما تكشفه المؤشرات المتتالية عن الوضع في هذا البلد الذي يؤمن النفط نصف موارد ميزانية حكومته الريال الإيراني سجل تراجعا قياسيا أمام العملات الأجنبية وآخر هذا التراجع بلوغ الدولار نحو 29 ألف ريال تدهر بنسبة 6% خلال يوم واحد يشي بأن عجلة الاقتصاد تدور إلى الخلف منذرة بما هو أسوأ صادرة إيران من النفط تراجعت إلى نحو 800 ألف برميل فقط يوميا في مقابل نحو مليونين و300 ألف برميل يوميا قبل عام وشهد هذا العام بلوغ صادرات إيران النفطية أدنى مستوى لها في 20 سنة ومع تدهور العملة المحلية بنسبة 50% خلال عام واحد وتراجع صادرات النفط بلغ التضخم بدوره مستوى قياسيا بنحو 23% الشهر الماضي هذه المعطيات الاقتصادية السالبة تركت آثارها على المجتمع الإيراني فآلاف العمال يعانون الأمرين من عدم تقاضيهم رواتبهم والملايين من الشبان عاطلون عن العمل أما الحكومة الإيرانية فهي تصر على تبني ما تسميه اقتصاد المقاومة أمام العقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب البرنامج النووي على حد قول القادة الإيرانيين ويبدو أن نزيف الاقتصاد الإيراني سيستمر ما بقي الملف النووي عقبة بين طهران والغرب خالد عويس العربية